مرحبا شكرا ان تابعتكم تاك مرشن اليوم سنحكي عن مشكلة الحماوة او السخونة بكاميرا كانون ايوس ار 5 مشكورة كانون الشرق الاوسط بعثت لي هذه الكاميرا لحتى تجربها ولحتى ندرس سوا هالمشكلة ونرى اذا هي نحلت بالسوفتوير ابديت الاخير او الفيرموير ابديت الاخير ولا لا لحتى نختبر هذا الشيء سوا اول شيء عملته انه خليت الكاميرا بالفيرموير الاساسي اللي ظهرت فيه الكاميرا اول ما انطلقت لسه ما عملنا الفيرموير ابديت هلا راح نعمله سوا كمان عشان نتعلم كيف نعمل الفيرموير ابديت سوا ضمن هالظروف بالفيرموير الاساسي حطيتها للكاميرا بظروف كتير كتير مريحة بمعنى حطيتها اول شيء هوم بالستيديو درجة حرارة 24 مئوية مع المكيف ما تركت فلصة انه يكون درجة حرارة الطاقس عم تلعب دور ثاني شيء حطيتها على الترايبود من دون اي حركة من دون جيمبل من دون اي شيء ما في اي وصلات اضافية ثالث شيء عطيتها افضل واسرع سي اف اكس بريس ميموري كارد عنديها اللي هي اسرعتها 1700 ام بي بي اس بمعنى ما تركت لأي شيء يتدخل بحماوة الكاميرا تركت الحماوة تكون بسبب العامل الداخلية فقط ضمن هاي الظروف المثالية ظهر انذار السخوني على شاشة الكاميرا بعد 15 دقيقة ونصف وتوقفت الكاميرا تماما عن التسجيل واغلقت نفسها بعد 18 دقيقة و39 ثانية طبعا 18 دقيقة و39 ثانية هو افضل من الرقم اللي شفناه كثير على الانترنت اول ما طلعت الكاميرا اللي هو كان حوالي بين 12 و 15 دقيقة ليش لانه كانت ظروف متحكم فيها مثل ما حكيت لكم حاولت اني يعطي الكاميرا افضل فرصة لحتى تعطينا افضل اداء عندها قبل الفيرموير اوبديت هلا اللي رح نعمله انا رح نعمل الفيرموير اوبديت اللي على اساسه كانون عم تقول انه حل جزء كبير من هاي المشكلة رح نمشي خطوة خطوة بكيف نعمل الفيرموير اوبديت بعدين بعد الفيرموير اوبديت رح نعيد هذا الاختبار كمان مرة لح تنوصل لنتيجة اذا كان الفيرموير اوبديت حسن اداء الموضوع الحماوي ولا لا مننتقل هلا على الكمبيوتر خلني ابدأ تسجيل الشاشة لحتى نحدث الفيرموير للكانون ايو سار 5 بدا نروح على موقع كانون المناسب للكون انتو هلا انا بالامارات فعندي كانون امرتز توت اي اي رحت على support customer products products cameras digital slr eos r5 من هون كانون ايو سار 5 طبعا بإمكانكم ان تصلوا بسرعة ان تكتبوا كانون ايو سار 5 فيرموير اوبديت مباشرة على جوجل هلا نحن هون بصفحة الايو سار 5 منروح على الفيرموير في عنا خيارين اذا كان في عنا ماك او اذا كان في عنا ويندوز طبعا هذا الفيرموير الاخير اللي هو 1.3.1 طبعا لاني بيشتغل انا على ويندوز رح نزل هاي النسخة download هلا بعد ما نزلنا الفيرموير على الكمبيوتر رح نوصل الميموري كارد عن طريق الميموري كارد ريدر مع الكمبيوتر لحضة نحط ملف الفيرموير الجديد عليه copy للفيرموير فايل على الميموري كارد هلا بنطلع الميموري كارد من الكمبيوتر ونحطه بالكاميرا هلا رجعنا الميموري كارد على الكاميرا ومن الكاميرا رح ننتقل بالخطوات التالية من المينو ونروح على السيت اوب بالسيت اوب بالصفحة الخامسة منختار الفيرموير ونضغط على نسخة الفيرموير بيقلنا current firmware version is 1.0.0 update firmware انه هاي هي النسخة الحالية 1.0.0 بدكم تعملوا الـ update منقلوا اوكي update طبعا هو رح يوقف الـ atomos هلا التسجيل بس الكاميرا عم تعمل firmware update مباشرة لابين ما انتخلص الكاميرا من الـ update خلنا نستكشف سوى ملف الـ 8K اللي صورنا رح ارجع على الـ screen recording على الشاشة هون انا اخدت الـ 8K فايل وحطيته بـ davinci resolve لحتى اشوف اذا رح يكون صعب التعامل معه مبدئيا بالـ playback يعني عم بيعليق شوية صغيرة متماكن شايفين عم يعطني 29 ايطار هو يمسجل 25 ايطار بالثاني المفروض لانه كان معلق شوية فاخد 29 يعني بالـ playback ما في عنا مشكلة كبيرة هون خلنا نشوف اذا بدنا نعمل تعديل لوني فلنفترض انه بدنا نركز شوية على وشه لو مستر اينستاين ونطلع الـ shadows هون نخليها ظاهرة اكتر في نعمل شوية update للـ shadows مو سيئة ابدا نتيجة كتير كويسة بس طبعا طلعوا مثل ما يكون شايفين هون طلعوا الآيلايتز زيادة فرح ننزل الآيلايتز شوي نحتى يصيروا جوى الـ scope وهي وشه لو اينستاين شكله كتير كويس حاليا هيتعديل كتير كتير بسيطة على اللون يعني فيني عقد تعديل اكتر بشوي برفع الـ mid-tones شوي بنزل الـ gain صورة عامة برفعها يعني مثل ما نكون شايفين عدلت اللون بعد تعديل اللون برجع على صفحة الـ edit لحتى شوف اذا الـ playback رح يضل smooth مو smooth تماما في بطئ جيد بس بتصور مقبول يعني اتخيلت انه رح يكون موضوع اصعب من هيك بكتير كونه 8K فينا نجرب نعمل deliver H264 رح نختار الفولدر نختار MP4 H264 مثل ما حكينا رح نعمل التخريج 4K مو 8K يعني خليه هون 3840 x 2160 25 يطار بالثانية الـ quality رح خليه ماكسيمم 40 1000 كيلو بايت برسكند اللي هو عادة مخرج عليه ليشان اليوتيوب لما بعرضو لكم الفيديو هاته تمام ادتو رندر كيو رندر اول لحتى نشوف شو رح يعمل بالـ 18 داية لأعطيكم كمان فكرة عن الـ 8K شوفوا معي هون بـ Adobe Premiere هذا الفوتج اللي صورته 8K هلأ رح ضير فوقه فوتش 4K لحتى تشوفوا الفرق بالحجم بينهم كنتم متخيلين هيك؟ الفور كي فعليا هو ربع الـ 8K دعنا نشوف الكاميرا شو صار فيها الكاميرا صارت 70% بالـ Update 72% بعد الـ Update رجعنا عدنا نفس الظروف ونفس الإعدادات ونفس المشهد وظهرت علامة السخونة عند 21 داية و 40 ثانية وتوقفت الكاميرا تماما عند 22 داية 22 داية هو الحد الأقصى وفقا لـ Canon اللي رح تسجل لهي الكاميرا فيه 8K بشكل متواصل أعطيت أجوبة كمان على 4K بمختلف ترددات الإطارات ما أعطتني أي مشكلة حماوي نهائيا منقدر نقول أن الفرموير أبديت أعطت أحسن كثير كثير كبير بفعالية هاي الكاميرا بتسجيل 8K وطبعا بتسجيل 4K اللي هو بالأساس اللي رح نستخدرها الكاميرا كرمع له شي مهم أني أقوله طبعا أنه في ملف 22 داية الـ 8K كان هجمه 70 جيجا بايت تخيلوا الضخامة طبعا بالوضع الحالي للتكنولوجيا اللي نحن نستخدمها والتكنولوجيا العرض تحديدا لأنه نشوف على موبايلاتنا اللي هي الغالبية العظمة للثاتف والـ HD حتى معنا 4K تسجيل 8K هو شوية أفركل ممكن نسجل 8K بحالات معينة اللي يمكن أن ننتج شيء عالي الجودة لجهات معينة أما بالنسبة لأعمالنا نحن كفلوغرز كصانعي محتوى على يوتيوب كتك ريفيورز ما حدا مننا أكيد سيسجل 8K حاليا انتظرونا قريبا جدا بمعاينة تفصيلية تماما عن EOS R5 من كانون هالكاميرا العملاقة بجميع حالات استخدامها خصوصا بالتصوير وخصوصا بالتركيز التلقائي على عين الطيور مو بس على عين الحيوانات الأليفة انتظرونا بهذا الشيء قريبا جدا وما تنسوش لكم بالقناة واتتابعونا على انستغرام وأنا بشوفكم بالفيديو القناة اشتركوا في القناة